موسيقى تعرفوا حبائي مكتوب عن يسوع المسيح كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت وكان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب ومكتوب أيضا عن يسوع المسيح يسوع الذي من ناصرة الجليل كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معهم فإذن أحبائي خدمة يسوع المسيح خدمة محبة خدمة رحمة اللي منشوف فيها إنسانية يسوع المسيح أحشاؤه وشفقته وحنانه على الناس لأن الناس كانوا طبعا غنم بلا راعي لكن من ناحية تانية مثل ما شفت البشير يحنى مع أنه كل البشائر اتكلمت عن المعجزة لكن ذكروا المعجزة كمعجزة لكن يحنى بيتميز أنه بيذكر المعجزة لكن الأحداث ما بعد المعجزة اللي هو رد فعل الناس بعد المعجزة أحيانا كان فيه جدل ديني أحيانا فيه درس روحي وأحيانا أخرى توضيح أمر معين المسيحي بياخد بياخد شيء مثلا مفهوم بالفكر اليهودي بالعهد القديم وبيتحول إلى فكر عالم انترناشنال حتى يوصل هذه الرسالة إلى أكبر عدد ممكن من الناس بيعطيها تفسير خاص بطبعا سيرة ذاتية من شريعة المسيح وطبعا بيتكلم بعمق خاص وبتفسير روحي حتى يوضح الأمور اللي هي لربما مفهومة في أذهان الناس لكن محتاج تفهم وتعرف شو الهدف من وراء هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر